مرحبا برج الحمل أهلا بكم برج الحمل الشريك أو الحبيب يعرف أنه في البداية سبب لكم الأسى هو يعرف أنه هو مسؤول يعتبر نفسه مسؤول بينه وبين نفسه بأنه هو اللي تسبب في هذا الشيء هو اللي تسبب في الانفصال ولكن في نفس الوقت هو يراك هذا هي طاقتك أنت ملكة النار أنت برج الحمل هذا طاقتك وهذا عنصرك معناته يراك أنك عنيد وعنيد عندنا هايكرت أيضا التفاصيل العمل بالجدهاد عزيزي برج الحمل الشريك يراك أنه أنت توقف عند الصغيرة والكبيرة كأنه ما هني عندك طاقة اللي أنا ما أفوت أي شيء أنا ما راح تنازل عن أي شيء سواء غلطة صغيرة حفوة أو غلطة كبيرة فكأنه ما هني أهوى كان يعتبر نفسه أنه مقبل عليك وعنده عرض جديد وعنده عرض من الحب ولكن انصدم بردة فعلك انصدم بصدك لا انصدم بمطالباتك لما نصل مرحلة العشرة معناتها مرحلة احنا غير قادرين على أن نحمل ثقل أكثر من هذا الثقل وأيضا وإن كانت عندنا رغبة جديدة في أنه نعرض على الحبيب والشريك حب من جديد هو يراك أن أنت ما تسمح له بالدخول أن أنت أطباعك كأنه ما هني أطباعك صعب أن يغيرها يريد أن يغيرها ولكن هو يراك بسبب عنادك وتمسكك بالتفاصيل تدقيقك هذا أيضا طاقة التدقيق عندك طاقة اللوم تجاهه وطاقة التدقيق فكأنما هو يراك أنه لأنه أنت احتمال كنت في طبيعتك النارية كنت غير مرن معه هذا هو كيف يراك اللي بعدها خلا نشوف ما هي خطوة القادمة تجاهك احتمال أنك تدعامل مع أبراج درابية أو مائية يا برج الحمد عندنا هاي الطاقتين واضحين خطوة القادمة تجاهك هو أنه راح يظل كأنما عين عليك يرتقبك ويراقبك من بعيد ولكن في نفس الوقت ما يتخذ أي خطوة جادة تجاه العلاقة لأنهني كأنما يشوفك أنت واقف بثبات في وضعك الحالي واقف بثبات عندك أنت طاقتين طاقة الاستقرار طاقة اللي أنا متشبث برأيي وأنا أعرف ماذا أفعل وأنا أعرف ماذا أقول فكأنما هو هني راح يختار أنه يظل بين أنه موجود في حياتك من بعيد وبين أنه عين عليك ويراقبك أفضل بالنسبة له من أن يدخل حياتك وأيضا خطوة القادمة احتمال أنه راح يحاول يعرض عليك أموال أو يغريك بالأموال لأنهني كأنه ما كان عنده عرض الحب كوب الأكواب ولكن أنت ما قبلتها وأنت ما كنت مستعد أن تقبلها فرح يحاول في المستقبل أنه يبتدي يغير معاك الأسلوب بدل ما يعرض عليك الحب والوعود والكلام اللطيف رح يحاول أنه يكون مستقر أكثر يثبت حبه وكلامه بالارتباط أو بالأموال بوجوده في حياتك بوقفته بوقفته معك ولكن اللي قاعدة أشوفه حاليا أنه هو في طاقة الجاسوس اللي واقف يحوم حول البيت لا أهوى طالع ولا أهوى داخل صاير ما بين البين ما بين البين لا أهوى طالع من حياتك وراضي أنه تنتهي العلاقة للأبد هو غير متقبل هذا الشيء ولأنه في نفس الوقت مستعد أو عنده حتى الطاقة أن يستجمع أقوى قواه ويدخل حياتك بقوة أشوفك هناك أنما أنت اللي يا برج الحمل صار عندك عدم ثقة بطاقة الأكواب وهي طاقة المشاعر طاقة الحب الكلام المعسول من الحبيب الوعود أيضا من الحبيب ففي المستقبل أشوفه أنه راح يحاول يثبت بشكل عملي الكلام اللي قال لك يا خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب يا برج الحمل طبعا طاقة هنا العرض العملي ممكن يكون عرض الزواج عرض دعوة إلى الخروج عرض خلنا نتكلم ونتفاهم شيء عملي شيء ملموس شيء جاد أكثر من العادة خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب ملك النار وتسع الأكواب طاقة الماء جدا واضحة عندي في هاي القراءة الكثير من طاقة الماء احتمال أنك يا برج الحمل قاعد تتعامل مع شريكك يكون من برج الحوت العقرب الحوت العقرب أو السرطان اللي قاعد يخفيه عنك الجزء اللي أنت ما تشوفه أنت هنا هي طاقتك ملكة النار هو كأنما هنا يخفي عنك قدرته على أن يعاملك بالمثل أو يسوي مثل ما نقول حض راسه براسك هو عند القدرة كأنما هنا يقول أنا عندي القدرة أنه عاملك بالمثل يا برج الحمل وأنه أنا أيضا أصير عنيد وما أطوف لك الصغيرة والكبيرة ولكن أنا سأختار أني أكون الشخص الأنضج في العلاقة الملك سلطته ونضوجه أكثر من الملكة لماذا هو هنا قاعد يختار أني يكون الشخص الأنضج في العلاقة من أجل أن العلاقة ما تنتهي من أجل أن ما يحدث الانفصال بشكل نهائي هو كأنما يعرف إذا عاندك أو شد معاك أو أخطأ بشكل أكبر من اللي أخطأ في السابق كأنما رح يخسرك ويكون مون فقط انفصال رح يكون خسارة ما فيها أمر للرجوع فكأنما هنا هو عند طاقة كبت المشاعر يحاول أن يكبت عند الكثير من الكلام لما تتكلم حتى معاه كأنما هو قاعد يحاول أن يمسك لسانه من أن ينفرض وفعلا يقول اللي في قلبه هو أيضا حامل في قلبه عليك عند طاقة المياه حامل في قلبه عليك على تصرفاتك أنت أخطائك أنت الخاصة موجودة ترى في باله محددها كاتبها عند قائمة بأخطائك الخاصة ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يواجهك بها يريد أن ينسحب مو لعدم قدرة على المواجهة عند طاقة الملك هو مشتري العلاقة في قلبه الكثير من الكلام الكلام مو الخاص فقط بالعواطف الكلام الخاص بأخطائك أنت الخاصة الأخطاء اللي أنت سويتها تقصيرك معاه يا برج الحمل أو الأمور احتمالي اللي وعدت أنت أيضا فيها وما نفذتها فكأنه مؤهني لأن حاط هدفه وعينه على اللقاء على الحب على الاجتماع بينكم يوم من الأيام على الرجوع وإن كان أمل بسيط هو قابل أن يظل يكتم أوكي؟ عشان هذا الأمل أفضل من أن يواجهك ويخسرك هذه كانت القراءة المنفصلين سوف نسوي قراءة العزاب وطبعا راح أضع الدقائق اللي تبتد فيها قراءة كل مجموعة أسفل الفيديو خلا نشوف قراءة العزاب قراءة العزاب راح نسأل سؤالين السؤال الأول من القادم في طريقك؟ وصفات الشكلية والأطباع لما أقول القادم في طريقك مو شرط أني أعطيك وعد أنه سيبقى للأبد هذا الشيء بيدك وبيده وأيضا بيد الله أنا مجرد قاعد أشوف طاقته دائما يقولون الشخص يدخل حياتنا من أجل سبب أو ماوسم الموسم فترة وينتهي أو عمر بأكملة ممكن يكون أي سبب منهم خلا نشوف من القادم في طريقك؟ يا عزاب برج الحمل حتى إذا أنت كنت لحد الآن مبأعزب مرتبط ولكن ترغب في أن يدخل شخص جديد حياتك هذه القراءة أيضا راح تنطبق عليك إن شاء الله من القادم في طريقك؟ شخص خجول شخص بالعادة لا يبادر شفت؟ لا يبادر لا يعبر عن مشاعره أو رغبته في أن يكون معاك أيضا هذه طاقتك مرة ثانية يا برج الحمل لأنه هو يتخوف من ردة فعلك يراك أنت أن شخص ناضج أعلى منه واثق أكثر منه احتمال هو من الأبراج الترابية ثور عذراء ثور وعذراء وأيضا ذكروني جدي ثور وعذراء وجدي هو قادم في طريقك ولكن يحس نفسه أن أقل نضجا منك يعني احتمال أنت تعرف نفسك أكثر أنت واثق أكثر عندك أهداف أوضح يا برج الحمل الأعزب فكأنما هني قاعد يحسبها كذا مرة كثرة الحساب كثرة التخطيط هي جدا طاقة الأبراج الترابية يأخذ الخماسي يأخذ العرض عرض الحب عرض الارتباط للشخص المناسب يحرص أن يصل هذا العرق إلى الشخص المناسب هو كأنما متخوف الشخص القادم في طريقك متخوف من أن تقطع عليه باب الأمل أشوف شخص جاد الشخص برج الحمل كأنما أنت لا تحبذ الارتباط فيه عندك شخص آخر في بالك وهذا الشخص رح يدخل في حياتك فجأة أو بدون ما أنت تخطط هو كان يراقبك من بعيد من زمان لفترة طويلة عين عليك أنت مش ملاحظة هو ملاحظك صفات الشكلية نحيف أو رشيق خلنقول رشيق طولة من وسط إلى شوية أطول أوكي بشرتها حنطية هذه هي الموصفات اللي طالعة معاي احتمال أنه يكون إما في سنك إما أصغر منك ولكن بالتأكيد هذا الشخص ليس أكبر منك سنا أطباعة هو جدا يعتمد عليه خجول الطبق الخارجية خجول يستحي مو من السهل أنه يكلم الإناث أو الطرف الآخر الجنس الآخر جدا حذر وخجول في التعبير عن مشاعره يعني أول ما تلتقي فيه رح تفكر أنه خجول أو إنعزالي ولكن لما تتعرف عليه رح تدرك أنه هو يحتوي على كنز من الأفكار من المعرفة من القدرات أنه هو شخص فعلا تستطيع تبني مع مستقبل أسرة حياة زوجية سعيدة وإن كنت هنا كأنما أشوفك أنت يا برج الحمل في بالك وتتوقع شخص ثاني لأنه أنت هنا أشوفك في طاقة الثقة تب شخص يكافئك في القوة ولكن تأكد أنه هذه مجرد الطبقة الخارجية لهذا الشخص أوكي أسفل هذا الرداء شخص واثق ولكن كأنما تخوفه الوحيد هو من رفضك لعندك أنت السيف عند تخوف من رفضك فراح طريقة تواصلة معاك واستدراجك إلى العلاقة رح تكون جدا حذرة خلا خلا نشوف كيف تتعامل معه يا برج الحمل هذا الشخص وما هي الطريقة الأفضل للتعامل معه عندما يدخل في حياتك يعني جدا واضح عندي طاقة أنه أشوفك أنت هنا يا برج الحمل تفكر في شخص ثاني تنتظر مبادرة الشخص ثاني وهذا الشخص يدخل عرض فكأنما أنت هنا صاير تشك في نوايا وما عندك رغبة في أن تقبل عرضه وأيضا هذا الشخص في بداية حياته توي يأسس حياته توي يحاول يبحث عن وظيفه أو يجمع الأموان فارس ليس ملك في بداية التغيير في حياته خلا نشوف كيف تتعامل هنا يقول لك يا برج الحمل قبل أن تقبل عرضه قبل أن تقبل عرضه قاعدة أشوف هذا السيناريو والقصة بالشكل واضح كأنما أنت يا برج الحمل بسبب صد الشخص الثاني عنك أنت عينك على شخص ثاني ولكن مثل ما قلت لك سيأتيك هذا الشخص عرض في حياتك يأتيك بعرض جاد ولكن كأنما رح تستخدمه أنت عشان تستفز الشخص اللي أنت ترغب فيه التحذير هو لا تفعل هذا الشيء يا برج الحمل لا تدخل في طاقة التنافس والمشاحنة بين هذين الشخصين من بيه خمسة الأقصان أنت يجب أن تختار وإن كان الخيار ليس الذي ترغب فيه ولكن لا تختار الشخص أو تقبل عرضه أو تسمح ليدخل حياتك حتى لفترة بسيطة فقط من أجل أن تستفز الشخص الثاني كأنما هي طريقة رخيصة طريقة سيئة أو سلبية أن تحصل على اهتمام الشخص اللي في بالك عن طريق استخدامك لهذا الشخص لأن هذا الشخص كبرياء بسرعين جرح هو خجول هو هادئ فعندما يقبل عليك أحرص أن أنت بالعكس ما تجرحه ما تستخدمه ما تستفزه هذا الشخص محتاج إلى الاستقرار معاك محتاج أنه بالعكس يكون واثق معاك أنه أنت الخيار بالنسبة له لا تدخل معاه في طاقة المنافسة عليك بطاقة الاختيار قبل أن تقبل عرضه وتسمح ليدخل في حياتك لازم تختار كن واضح معاه بشأن اختيارك إذا أنت وكأنه ماهني أيضا عندك طاقة الإخفاء طاقة الزاهد اللي يذهب يستكشف في منتصف الليل فإهني كأنما يقول لك حاول تخبي عنه حقيقة إنه لديك شخص آخر في بالك وأيضا شوف الأمور معه بشكل مختصر التارو قاعد يقول لك هذا الشخص هو من مصلحتك وأفضل أفضل لك من الشخص اللي في بالك دائما نحن نريد الشخص اللي ما يببينا حافظ عليه خذ الكنترول أوكي تقبل البداية الجديدة مع الشخص الجديد ولازم أيضا عندك طاقة السيف لازم تنهي الموضوع وآمالك المتعلقة بالشخص القديم اللي في بالك عندين الشخص اللي في بالك لأنه أنت عندك شخص يبالك احتمال من البرج المائي مثل ما قلت لك أنت متعلق ببرج مائي عقرب سرطان حوت ولكن هذا البرج اللي أنت قعد تبني عليه آمال مهما سويت ما رح يتقبل عرضك عنده أربعة الأكواب وإن كانت راهو ملاحظ وجودك وإنت شوفه شريك ممتاز فيه الصفات اللي تبحث عنها هني قعد يقول لك كأنما هذا الشيء غير مكتوب بينكم لأن عمرة ما رح يقبل حبك أو وجودك في حياته أو حتى يقبل أن تدخل حياته وتبنون شيء مع بعض كأنما اللي تبت ابني رح يصير ولكن مع شخص آخر شخص من برج ترابي شخص أفضل لك ممكن يكون حتى يكون ناري ولكن هو على هاي الجهة أحرص أن هذا الشخص تعتني فيه تسخي لحياتك وتكون حياتك مرتبة غير مكركبة اهتمامك غير مشدد ما بين الشخص اللي برج مائي والشخص اللي برج ترابي أو ناري اختار صح اختار اللي من مصلحتك كأنما أنت العين عينك هني على شخص غير مكتوب لك وليس من مصلحتك أن تكون معه أوكي عزيزي برج الحمل هذه هي الرسالة لك وأخر آخر مجموعة هي مجموعة المرتبطين أعزائي المرتبطين معناتها أنتم مرتبطين في علاقة في زواج أو حتى في خطبة تنطبق عليكم هذه المجموعة الأرامل لأنا شفتنا في الكومنتات تسألوني على الأرامل الأرملة إذا كان ما فيه بحياتها شخص جديد تنتظر شخص يدخل حياته معناتها تنطبق عليها مجموعة العزاب أوكي خلا نشوف المرتبطين كيف يراك الشريك الشريك يرى أن أنت تحافظ على ثبات واستقرار البيت وجودك في حياته أنت جدا يشوفك كأن الشاطر مبدع في المحافظة على استقرار المنزل أنت الحجر الأساسي لاستقراره لحياته لسعادته هكذا يراك الشريك وأيضا احتمال أنه عندك هني أنت متزوج من شخص برجة مائي عقرب حود سرطان أو مرتبط بشخص برجة مائي خلا نشوف كيف يراك ولكن طبعا دائما لازم يكون فيه عناد هذه هي طبيعة لأبراج النارية المتزوجين أو المرتبطين أو اللي في علاقة مع برج الحمل الشريك يراك أن أنت نعم كأنه ما فيهني السعادة اللي أنت تجلبها لحياته اكتمال السعادة مو فقط السعادة السعادة دائما تكون ناقصة بدونك استقراره أيضا ناقص بدونك أنت اللي تكمل عليه حياته عشرة الأكواب هو الأسرة السعيدة الأموال الراحة الزواج الحب كلهم مجتمعين في نفس الطاقة في نفس المكان مع نفس الشخص ولكن طبعا حياتكم هو يعرف أن حياتكم لا تخلو من المشاكل لماذا لازم دائما طاقة الأبراج النارية تطلع ما بين وقت وآخر وإن كنت أنت في طاقة الماء الطاقة الهادئة الناعمة السلسة ولكن يشوفك أنه دائما أوقات معينة تفلت مشاعرك منك بسرعة احتمالك أنك تعصب بسرعة تستفز بسرعة يعني تكون مثلا قاعد هادئ معه هذا كرة الهدوء تكون قاعد معه هادئ مستقر الأمور تمام الأطفال سعيدين الأهل سعيدين كلكم تمام مرة واحدة تروح من صفر إلى أمية تطلع طاقتك النارية عليه تعصب بسبب شيء حدث في الماضي تعصب بسبب شيء حدث قبل أسبوع عندك هاي النوع من الطاقة أو تكون جدا تحب التحكم وأيضا عنيد هذا الطاقة أنا أعرف ماذا أريد وأنا أعرف ماذا أفعل ما أحتاج نصيحتكم هو يرى أن فيك هذا الطبع وفيك هذا الشيء ولكن كأنما هنا ابتدأ أخوة يفهمك أن أنت طيبة قلبك طيبة قلبك تعني أنه راح يتحمل هذا الشيء يعني هو ابتدأ بدل أن يظل يحارب طبيعتك النارية هو داخل في مرحلة ابتدأ يتقبل طبيعتك النارية ويتفهمها ويعمل معاك عليها يعني لما أنت تعصب وهو راح يحافظ على نفسي يكون هذا ابتدأت الدينماكية تضبط بينكم أكثر في الفترة القادمة ولكن يقولك يا برج الحمل أنت فعلا محتاج للسيطرة على مشاعرك على طاقتك النارية عندك كرت برج الأسد القوة وهي كرت يتكلم عن ترويض الأسد اللي في داخلنا السيطرة عليه من أن لا يفلت لأن الأسد يمثل الرغبات الطاقة النارية العناد الهجوم الافتراس أنت محتاج أيضا مهما كان هذا الشرك يحاول أن يمتص في طاقة الإسفنجة يمتص الغضب النقاش ثورانك بشكل مفاجئ ولكن حاولنا أنت أيضا كأنما هني يقول لك عندك ثلاث الخماسيات هني يقول لك استقرار العلاقة مو فقط تعتمد على جهود هذا الشخص أن يظل يتعامل مع نوباتك العصبية أو نوباتك في الشغف وفي العواطف لا واندفاعك يجب أن يكون العمل مشترك بينكم هو يتفهم طبيعتك وأنت أيضا لازم تبتد تحاول أن تسيطر على مشاعرك النارية لما تحس أن أنت بسرعة استفزيت بسبب بسبب حتى بدون سبب هذا هي طبيعتك حتى بدون سبب أو بسبب سخيف أنت تستفز وتعصب وتنفعل وتبتدي تقلق بسرعة ادخل في طاقة التأمل طاقة التنفس طاقة الهدوء عشان تستقر العلاقة وتمشي في الاتجاه اللي أنت تبونا جدا مهم أن العمل يكون مشترك بينكم من كل الأطراف عشان يكون فيه استقرار هذه هي الرسالة لك خل نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة وأيضا ما هي نقاط قوتك عندك كرت القمر كرت تخبية الأمور الأمبراطورة الرجل المعلق عشر الأخصان أول شيء قاعد يقول لك ما الذي يجب عليك تجنبه تجنب أن تدخل فيه مشاحنات صراع طاقة خمسة الأخصان معناته تعرف لما يجلسون أطفال مع بعض واحد يضرب الثاني الثاني يرجع يرجع للضربة هذه هي الطاقة طاقة أضربني وأضربك وأوقف لك على الحبة لا تدخل معاه في هاي الطاقة يا برج الحمل لأن هذه الطاقة هي اللي تثقل كاهل الشريك هذه اللي يخليه غير قادر على إذا أنت مو عاجبك داخل المنزل داخل العلاقة أو حتى في أثناء فترة الخطوبة بينكم تأكد أن بسبب المشاحنات أنت تعامل مع شخص ما يتحمل الكثير من الطاقة النارية لأن طاقة احتمال برج ترابي أو برج حتى مائي فهني يقول لك لا تدخل معاه في مشاحنات إذا كنت تريد أن هو يتخذ أمامك خطوات للتغيير خطوات للتطوير كن في طاقة الهدوء في طاقة الانتظار في طاقة اللي إحنا زرعناه لازم رح يثمر ولكن مع الوقت الإمبراطورة تعرف أن عندما تحمل رح يأخذها رعاية ووقت وجهد وتسعة شهور حتى تستطيع أن تلد مو شرط تلد الجنين ممكن أن نحن نالد حلم حلم الارتباط حلم الاستقرار حلم أن يصير عندنا بيت يصير عندنا أملاك نستطيع أن نتخلص من الديون عندكم هاي نوع من الطاقة احتمال أن الشريك كأنما صاير عليه الكثير من الديون فأنت هني يقول لك لا تكون عبء عليه طاقة الامبراطورة ساعدة كن عامل مساعد له هني أدخل في طاقة شلون أنا أقدر أكون عون لهذا الشخص أكون فعلا شريك له بدل أن أدخل معه وأستفزه بسبب أنه لم يفعل هذا ولم يفعل هذا وقصر في هذا ادخل في طاقة جدا مختلفة هذه هي النصيحة لك وهذه هي نقطة قوتك في الفترة القادمة عندك كرتين تحت بعض يعنون لي الاسترخاء كأنما شريكك هنا لا يطالبك أن تشيل الثقل من عليه أبدا وحتى أنت مش محتاجة تسوي هذا الشي تشيل عنه الديون المسؤوليات أبدا فقط مطلوب منك شي جدا بسيط عشان تطور العلاقة وتكون فعلا عون وعمل استقرار في حياته ادخل في طاقة الهدوء طاقة الأمور كلها طاقة الاسترخاء هذه الين كرتين معناتهم إحنا نضرب بريك نضغط على المكابح وندخل في طاقة تأمل هدوء تفائل أن الأمور رح في النهاية تمشي لمصلحتنا حتى لو كان شريكك قلق أنت تكون العامل المهدئ هذه هي الرسالة لك وأيضا النصيحة لك أو ما يجب عليك أن تعرفها لا تشارك كل خصوصياتك كل الأشياء الأمور اللي يسويها الشريك عشانك أو كل الأمور اللي تجري بينكم في العلاقة وفي الزواج لا تشاركها مع الجميع لا تشاركها احتمال مع الأهل الأم عندك هنا أيضا احرص أن تكون عندك خصوصية مع شريكك هذا هو جدا مهم عامل مهم لإستقراركم إن الناس ما يعرفون كل اللي يجري في حياتكم عزيزي برج الحمل هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقر